الباب الخامس والأربعون ومئتان باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا الاستثناء ليس فيه حديث يصح ولذلك لم يذكر المصنف فيه شيئا بل حديث عائشة الآتي وغيره يخالفه فتأمل وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان متفق عليه ترجمة نانسي قنقر